هل الاعتكاف شروط الشيخ؟ والله لكل حال ما في شكله مشتحبات ينبغي أن يكون المعتكب متصفا بها أولا هو الانقطاع يعني بالأكثر إلى عبادة ربه من صلاة من انصياب من ذكر الله من تلاوة كتاب الله أمر معروف نهي عن منكر إذا كان فيه مجال للدعوة للتوجيه للإفتاء فكل ذلك من العمل الصالح إذا كان فيه مجال للصدقة فكذلك فكل عمل يتقرب به إلى الله هذا كذلك يضاعف في فترة الاعتكاف والاعتكاف هل له مدة معينة يا شيخ؟ ولو قال من اعتك ثلاثة أيام فقط مثلا أو أربع أيام ويوم لا مدة له معينة لكن كل ما طال الاعتكاف قال أجره نعم والاعتكاف في رمضان خاص في العشر الأواخر يا شيخ؟ هو كان صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل واعتكف في العشر الأواسط ولكنه بعد ذلك استمر اعتكافه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان